بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد زيك يا سنة ربع عمين ايه ربك كلكم تكونوا بخريحة بعيد النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنحل مع بعض أسئلة لسن 3 في يونت 10 أسئلة الدرس الثالث في الواحدة العشر وقبل ما نبدأ في حال الأسئلة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سيوصلكو كل جديد ولو عزن أي حاجة حبابي قلبك تبلي في كومنت ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال بقولي listen and complete with one weird استمع وأكمل بكلمة واحدة ده سؤال استماع يعني الكلمة اللي بتسمعها بتكتبها في النقط أول جملة عندي الكلمة اللي هنكتبها wasn't تاني جملة الكلمة اللي هنكتبها في نمبر 3 الكلمة اللي هنكتبها الكلمة اللي هنكتبها يعني اقرأ وضع دائرة على الكلمة المختلفة عندي read فعل بمعنى يقرأ عندي like فعل بمعنى يحب عندي bookshop محلي بيع الكتب عندي buy a story كلهم فيربس أفعيل مع عدد bookshop اسم مكان نعمل circle على bookshop عندي z هم عندي my صفات ملكية عندي you انت ضمار فعل شي هي ضمار فعل كلهم ضمائر فعل مع عدد my صفات ملكية نعمل circle على my في نمبر 3 عندي nurse ممرضة hospital مستشفى doctor doctor film film كلهم طبعا nurse hospital doctor يعتبروا طبعا فئة واحدة من الكلمات او نوعية كلمات واحدة بيتعلقوا ببعض لكن فيلم مختلفة عندي museum cinema bread bakery كلهم places اماكن متحف وسينما ومغبز ما عادة bread خبز يبقى دي الكلمات المختلفة نعمل circle على bread بعد كده بقول choose a correct answer from ABC or D يعني اختر الاجابة الصحيحة من الاربع اجابات اللي تحت بناء على القواعد اللي بنبقى فهمنا في الدرس اول جملة هتبقى you weren't as a museum ليه اخترنا weren't علشان طبعا هنا بنتكلم عن verb to be في زمن post symbol وكده جملة منفية واحنا قلنا ان you بتاخد weren't في verb to be لو الجملة منفية you بتاخد weren't she wasn't as a hospital احنا قلنا ان she في الماضي بتاخد طبعا was لو الجملة مسبتة wasn't لو الجملة منفية طبعا هنا مفيش was يبقى كده هنختار wasn't she بتاخد wasn't في النفي في number three they were as a bookshop ليه اخترنا they علشان they بتاخد where زي بتاخد where كده verb to be في الماضي وطبعا كده جملة مسبتة الزي بتاخد where لكن the he والاي والش بياخد ووز نبيل and عصام نبيل وعصام طبعا كده الاسم جمع وحنا قلنا الاسم الجمع بياخد وير في النفي الاسم الجمع بياخد وير في النفي وبياخد وير في الاسبات طبعا مفيش وير يبقى كده جملة منفية هنختار وير نبيل number 5 تبقى we where as a restaurant yesterday طبعا هنا احنا عارفين ان we بتاخد وير في الماضي وبتاخد r في المضارة طيب ايه هعرفنا ان احنا نختار وير في الماضي عندي كلمة yesterday من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط معنا كده ان انا اختار verb to be المصرف في زمن past simple الماضي البسيط وطبعاً وي بتاخد وير في الماضي نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول يعني انظر وأجب عن الأسئلة طبعاً بنقرأ السؤال وبناء على الصورة بنجاوب على السؤال بقول لي وير از شي يعني أين تكون هي هي كده فين طبعاً هي كده في المطعم هقول شي از بنبدأ بشي وبعد كده اس وبعد كده اد قبل المكان وبعد كده اسم المكان هقول شي از اد زرستورانت هي تكون في المطعم السؤال التاني بقول what does she have يعني ماذا هي تمتلك معاها ايه هقول she وطبعا هاف بنحولها لهاز في الاجابة عشان ده زمن المدارع البسيط هقول she has وهي معاها ايه حبيبي كتب هنقول she has books هي تمتلك كتب في نمبر سري بقول does she want to read يعني هل هي تريد خبز طبعا ده السؤال بيبدأ بفعل مساعد بنجاب عليه بيس أو نو لو عايزة خبز بنقول يس لو مش عايزة بنقول نو طبعا هي كده عايزة هنقول يس وبعد كده بنعمل علامة المقص بنبدل اول كلمتين مع بعض بنجيب ضمير الفاعل الاول وبعد كده الفاعل المساعد بعد ضمير الفاعل هنقول يس she does عندي هنا بقول لي where was he يعني اين هو كان كده سؤال يعبر عن الماضي طبعا where يعني اين بتسأل عن المكان بقول لي هو كان فين كده طبعا ده المتحف هقول هو كان في المتحف هنبدأ به وبعد كده was هنقول he was ونحط طبعا at حرف جر يعطي قبل الاماكن الصغيرة طبعا هنقول he was at وده متحف يبقى زميوزيام هنقول he was at زميوزيام يعني هو كان فين في المتحف يبقى احنا كده بنجاوب بناءا على السؤال والصورة بنشوف كده متل استفهام عايزة ايه بالزبط وبنشوف الصورة اللي عندي وبناءا على السؤال والصورة بنجاوب صح بعد كده بقول لي look and write for sentences يعني انظر وكتب اربع جمل طبعا يا حبيبي احنا اتفقنا قبل كده وقلنا علشان نكون الجمل بمنتهى السهولة لازم اول حاجة نكون الجملة بالعربي وبعد كده نحولها انجلش وجملة العربي تبقى جملة سهلة كل الكلمات اللي فيها احنا حفظانها بالانجلش زي كده مثلا عايزة اقول ايه يوجد ولد احنا عارفين ان يوجد للمفرد يعني زر is هقول زر is ولد يعني ايه ابوي يبقى زر is ابوي عايزة اقول طبعا هو ولد واحد عايزة اقول يوجد بنت بنت واحدة زر is اجير يبقى اقول زر is ابوي كده جملة طيب عايزة اقول هم سعداء فرحانين يعني هقول زي هم يعني زي يكونوا عار سعداء هبي يبقى زي عايزة اقول البنت بترتدي نظارة هقول زجير is wearing glasses زجير is wearing glasses عايزة اقول هم يكونوا في المتحف طبعا ده متحف هم يعني زي والزي بتاخد عار وبعد كده حرف الجر عارات وبعد كده زي ميوزيم يبقى زي عارات زي ميوزيم نقولهم تاني زي رزق ابوي يوجد ولد زي رزق جير ليوجد بنت زي عار هابي هم سعداء زي جير لازبيرنج جلاصز البنت ترتدي نظارة زي عار عاد زي ميوزيم يعني هم في المتحف زي عار عاد زي ميوزيم يعني هم في المتحف طيب بعد كده بنكتواشن بنشوف الحاجة اللي نقصة في الجملة وبنكملها هنا طبعا الاس في سامير والابوسرف في وزنت والاف في فرايدي طبعا احنا عارفين ان اي يوم من ايام الاسبوع بنزل اول حرف في كابتال يبقى الاس في سامير وطبعا هنا احنا بنقول وزنت الاس ان ابوسرف ت يبقى هنا الابوسرف في وزنت وبعد كده الاف في فرايدي وفي الاخر فولستوب دي جملة وليس سؤال يبقى في الاخر فولستوب يبقى حبايبي لازم اول حاجة لذاكر الدرس كويس جدا قبل ما نبدأ في الحل لو ذكرنا الدرس وفهمنا القواعد بنحل بكل سهولة وبكده نكون انتهينا من الفيديو أسابكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته